السلام عليكم معكم محمود ان الحمد لله نحمد وانا استعين وانا استغفر وانا اعوذ بالله من شروري انفسي انا ومن سيئاتي اعمالي انا ما يهدي الله فلو مضيلا لا ومن يضل فلا هادئة لو بإذن الله ثمان بعد بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى عشوراء بكرة فانا كنت صايم النهاردة وان شاء الله هصوم بكرة وللأسف ما نبهتش الناس او نسيت ان انا اكتب او ان شغلت ان انا اكتب للناس افكرهم بصيام عشوراء فسمحوني وكل صايم طيبين ونحن اولى بعشوراء من غيرنا ان احنا نحيا ونقرأ القرآن ونصلي وندعي لسيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وكل الانبياء الذين ورثنا عنهم الدعوة الى الله وان سيدنا ابراهيم كان مسلما حنيفا في هذه المناسبة احب اقول لكم ان في ناس في روسيا مش داريانة بالمناسبات الدينية خلاص مفيش حد بينبهم مبيشوفوش القنوات مثلا العربية ولو شوفوا القنوات العربية محدش بيقول لهم عشوراء ولا بيقول لهم حاجة يعني كبيرهم بيقول لهم العيد الاضحى ولا حاجة كنت صايم طيبين فيعني بيغيبوا عن المشهد بشكل كبير في ناس ما صلتش الجمعة بيقول لي بقى واحد لسه اراهي بيقول لي ما صلتش الجمعة بقى لي سنتين ونص اخر مرة صلت الجمعة قال لي ده كان في عزة واحد صاحبنا مات وهيتصلى عليه بقى صلت الجمعة عشان كده روحت وقالوا كنا في مدينة تانية فيا اخوة ويا اهالي اللي بيدرسوا في روسيا فكروهم مش ما تفتكرون ما تفتكرونش انهم بيشوفوا اليوتيوب والدنيا مفتوحة يبقى مطلعين بقى لا لا بيفوت عليهم صدقوني بيعدي عليهم كل الحاجات دي ما بيدروش بيها فاللي عنده ابن اخ قريب صديق موجود في روسيا او في اوكرانيا او في ايام ما كان في اوكرانيا او في بلاروسيا او في اوروبا عموما او في امريكا في اي حتة في الخارج دولة مش مسلمة او حتى مسلمة بس الاسلام فيها ضعيف شوية او المسلمين قليلين شوية فكروهم بالمناسبات وبالصيام وبالقيام وبختم القرآن وبالادعية طبعا ما تعدوش تعملولهم مثلا سبوف وفلد على الواتساب كده اللي هو زي الاسبام تبعطولهم ادعية ادعية فيه ناس على فكرة بتعمل بلوك للشخص اللي بيتبعط له ادعية كتير او ايات قرآنيه فبالمعقول بس عشان راعي ان الشخص ده في دولة كافرة وممكن تطبع بيهم شوية فبقاش يضيء الحاجات الدينية فخفف عليه وحاول تكتذبه للإسلام والدين وتفكره بالحاجات الرئيسية واحدة واحدة الا زا كان هو اللي طالب منك كده ابعط لي ادعية وانتو يا اخوة اللي عاديين في روسيا خلوا اهليكم واصحابكم اللي موجودين في دول اخرى يفكروكم حتى اللي موجودين في روسيا انا بفكرة كواناة في روسيا ان في حاجات اسلامية ما ينفعش نفوتها ونفعش ننساها وينفعش نتغضى عنها وينفعش نقعد سنتين ونص ما نصلاش الجمعة والايام والسنين بتعدي بسرعة هنكبر ونعجز ونموت وقبل الموت هنبقى نفسنا في صلاة جمعة تنفعنا هيبقى نفسنا في صيام يوم من الايام المباركة والنفحات دي ومش هنلاقي. هنلاقي نفس سنة عشرين سنة في روسيا فاتنا كتير. فعشان قبل اليوم ده ما ييجي انا بكلمك وفكرك النهاردة. الحلقة دي انا بسجلها دلوقتي وهتزاع بعدين كنا اربع خمس ساعات. فتسمحوني على التأخير وكل سنطيبين مرة تانية ونشوفكم على خير في حفظ الله سبحانك الله وحمدك اشهدوا ان لا اله الا انت استغفرك واتوب وليك. سلام عليكم. امان.